هنتحدث عن البلان والخطط والنظرة المستقبلية لأنه نحن نعيش حياة كيف؟ نخلي البارت الأول كان لزي ما بقول البكيان مش كده والبارت الثاني للتباكي والبارت الثاني لجودة الحياة فضل سعيدين وكتر خيركم برضو للفرصة والزمن اللي احنا بنتكلم بها ريحية حقيقة أنا بقول شنو الموضوع هو مع بعض يعني حتى زول الأبو الجودة في العالم اسمه ويلياب إدوار ديميندا ويتوفى في 1995 هو عمل الدائرة اللي هي فيها التخطيط والتنفيذ والمراجعة اللي هي الرغابة وفيها التصحيح بتاع الأخطاء يعني انت ما ممكن يعني تاخد موضوع يعني تقول تخطيط وتعمل تخطيط والتخطيط تكون حبيس الأدراج يعني ما نفست الخطط بتاعتك وحتى كمان انت نفست الخطط ما راجعتها وراجعت لقيت أخطاء برضو انت ما صحقتها فهي كلها حاجة يعني مثلا متكاملة كيف احنا نمشي على الخطة يعني أنا بقول لهم وطوي دو وطوي بلان كده يعني احنا أنا بعمل في شنو بعمل في الخطة بتاتي أنا براجع في شنو براجع في العمليات أنا بصحح في شنو أنا بصحح في الأخطاء يعني ده النموذج الستاندر الناس الماشيين عنه ما في دولة ما في حاجة يسمح يعني يعني من اللي إحنا كبشر أنا ما بتكلم عن دولة أنا بتكلم عن أنه نظام ده ممكن يطبق في على المستوى الشخصي أنا عندي خطة لعمل لي لأبوكرا مع أنا ويش